هذا الفيديو سيكون خفيف طريق سنضغط على الأشياء التي بدأت تبني في المغرب مؤخرا وبحالي أرجعنا الكثير من خطوات الظهر وبالضبط سنضغط على الاختلاف في المغرب سنضغط على الأفكار التي لديها وشيء الذي يبدأ وكيف يتعرف هذا المغرب سيخرج علينا كامل هو كامل نحن نعرف أن المغرب يدير القضية للاختلاف وكيف يمكن أن أكسب الاختلاف حيث الشيء أصلا يبدأ من المقرارات والمدرسة لا يوجد دروس الاختلاف لكي تتوجده أن يطلبك يكون فاهم وعرف أنه كبير وكيف يكون كبير وكيف يكون من المدرسة وكيف يكون كبير يمكنك أن تتعرف مع الناس مختلفين عنك بكثير من الأفكار أو بكثير من الآراء أو الإحتفتين أو الأديولوجيس أو أي أنكان يعني كنت تتوجد في مجتمع وكيف يفكر وفكرة ولكن في الأخير كان يكون مغرباًا وبطبيعة الحال حيث تعليم من المدرسة وتمشي وكيف تخشى مع مجموعة وكيف يكون لديه نفس الأفكار أو تدخل مع مجموعة أخرى وكيف يكون لديه وكيف يكون متعصب وكيف يكون لديه أفكار 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 بمذلك الطريقة غلاد ، ويجب أن ت خلط لشيء لشيء وذلك بأنهم يخصف عن عexplosionه لكثير من الأفكار يعني كان نحن بأن هذه الطريقة صحية لأنهم يكونون غلاد وذلك الناس يرى ان يكونون خاطئين ولكن هذا النوع من الناس ، ليس بذلك في هوة الفقاعة أو البابل يكونون مكواطنين ويسمعون هم الأمسجان الحرة والذي محتوى من أفضل نفس الشخص الذي معهم في مقلة الم POLUP يسحبون من هذا الحياة وهذه الطريقات صحية فشي يجيش واحد يدوي معهم يتصدمون يريدون أن يسايلنسيوه أو بعد مرة يريدون أن يقاطعوه أو يقاطعوه في الخطام لكي يجريوه على ذلك الشخص لغاية شيئ وذلك الشعلات في المريكان الناس عندهم يريدون أن يقاطعوه وليس كتون الناس ولكن إذا جيت مثلا الـ رامع عندها ما تدير حيث ذلك الشخص يدلي برأيه و الأفكار دياله ويمكن لهم يديرون قيود في الثاني أنه حرية ديال التعبير أنه تقول الآراء اللي بغيت و الأفكار اللي بغيتي ما حدك ما تدير حتى حاجة اللي منوع في القانون بحال أنه تعدى على شي شخص أو تهدد أو تحرض أو تنشر الكراهية بطبيعة الحال لأصلا هات الشراه منوع التدار دا باغادي نجعوه للمغرب لحتى هو كين في فقاعة ولاني نقوله هو كين في اتجاه المعاكس وبعد مرات واحد من هاد اللي فاد الفقاعة المغربية إلى مثلا شفتي هتكدي بلك في الكومنتز وكي نشر رأي دياله ديال أنه ماشي مزيان دوك الووك كولتر اللي مثلا امريكان اسكت الناس وبالي هاته ماشي هي الطريقة الصحيحة وبالي هاته غادرة وخصكت اكسي بتاع والاختلاف ولكن فاش غادي نجيو لهات الشخص هذا فاش غادي نجيو بوعو تاني المغرب ونحطوه ونحطوه مع شي حد اللي عنده رأي مختلف ثم غادي بلك حتى هو غادي يبغي اسكت ذاك الشخص غاحت عنده آراء ولا أفكار مختلفة ولكن المشكلة بكي نحطوه هنا حيث احنا في المغرب هاته نوع ديال الناس كيف كرو بطريقة كفس من ديال امريكان حيث إذا كانوا ديال امريكان كي سكتو الناس بقوط الهضراء او الكانسلين او المقاطعة احنا هنا في المغرب كاين اللي غادي يوصل معك هاتشي حتى باش يدخل كل الهبس علاش حيث كلتي كلمات اللي منتجاه دياله هو جاوه ما تفقش معهم ولا ما عجبوش ومارضاش وبغا يصفت كل الهبس هنا فين كان واحد اشكال كبير بزاف تلانهو انتكت لتجأ للغافرمنت في شي حاجات اللي غير انا وياك ما تفقناش فيهم ولا انا عندي رأي وانت عندك رأي وحنا بجوجنا مغاربة يعني راه نفس داك القانون اللي غادي تبغي انت تشدني به راه نفسه غادي تستعمل ضدك كان بزاف ديال القوانين اللي اصلا كي قيدوا الحريات الشخصية ومخصناش نزيدوا واحدين اخرين غا حت انت تقصحتي من شي افكار حيث راه نفس الفكرة قادي تطبق عليك ولا قادي تستعمل ضدك حيث احنا فاش نقول على الحريات الشخصية برد من اوتوماتيك مو كيف يفكر في شي حاجات اخرين وما كيسحبوش باللي حتى هو داخل الفكرة ديال الحرية الشخصية حيث هو دابا كيبالي بللي انه هو في واحد القروب ديال الناس اللي كتار بزاف كيسحبو صافي راه هذا هو نورمال والحرية الشخصية قادي تنطابق غال الناس اللي يضعو ولكن لا حيث كيما قلت قبيلا حيث كاملين مغاربة الحرية الشخصية قادي تنطابق على المغاربة كاملين يعني انه مسلم مثلا اللي كي يدمن لك باش تكون مسلم ودير التقص ديالك ودير ذاك شي كامل ديالك راهي هاد الحرية الشخصية يعني ما عندي حتى شي حي شخص اخر يجي ويدخلك بالحرية الشخصية ديالك يعني انت فاش تدين القيود على الحرية الشخصية فارق اوتوماتيك مو كتحطهم عليك حتى انت وخاكي يسحب لك بالله انه الساغل اللي تي واحد طريقة باش تصير تشحد الحبز خحيت ضدك ولكن نفس ذاك الطريقة كيفاش قدرتي وصفت ذاك الشخص راه كتابلايا على الحرية الشخصية اللي ممكن لها تابلايا على الحرية الشخصية ديالك اللي كتضنت بللي الافكار ديالك ما ديش نطابق عليهم هاد الفكرة حي دابة مؤخرا والتي بلية باللي الناس اوتوماتيك مو كيشوفوا شي حاجة مع جباتهم تيمشيونيشان وتبغيوا يقيدوا به وكينساوا باللي راه نفس ذا الفكرة راه يلادي تطبق تجاه ديالهم حيث حنا كما عارفين باللي انه اي شخص عنده افكار مختلفين على اشخاص خورين ها انت مثلا عندك واحد الفكرة متفق مع هاد الناس فيها راه تكون عندك فكرة اخرى اللي ما ديش كون متفق مع ناس خورين يعني ها انت دابة مثلا شي حد ما اتفق مع هاد الفكرة اللي متفق انت مع الناس كاملين فيها وها انت اصفت ذاك الشخص انت لغدليرا غادي تكون عندك فكرة اخرى اللي ما ديش كون متفق مع هاد الناس ويجدوه حتى وما يصفتوك فاش ندوي على هاد القيود كندوي على المغاربة اللي مقودة عليهم بطبيعة الحال هم اللي كتجي فيهم التقاة بحالات الشي فاش كنشوف في السوشل ميديا الناس اللي كيبقا ويدويو بحالة الافكار هادو في المغرب مثلا كيبالك مثلا واحد دارت صورته بين نطحة السحاب وعيش في برا ويستفد من الافكار ومن القوانين الحرية الشخصية ودية تدليب الافكار ديالك او انه قاع بعد مرة تتلقاه كيبدا انشر الاسلام في الساحة مثلا بحال ديال لندن وعنده عادي يعني ما كان حتى اشكال اتخاذ الطولة اتجاه دياله يعني كيستفد من الافكار ديال الحرية والاختلاف ولكن باش كي نوضي حاجة في المغرب كيبالك تيبقى ببوسطي بلا انه واحد الشخص خصو يتشد حيث عنده افكار مختلفين هنا في المغرب ولا بغى ذاك الشخص يعيش بواحد طريقة في المغرب وعليه قويود ولكن اللي غريب هو انه كيفاش ذاك الشخص كين في برا ويبقى يقول لنا احنا اللي في المغرب اللي كانعيش واحد طريقة ديال الحياة اللي مثلا عليها قويود بلا انه خصو يكون هادية الطريقة كيفاش نعيش احنا وهو بطبيعة الحال عايش برا باش ما يكونوا شعليه علي ذوك القويود ويستفد من الحرية ديال برا وهذا الشي كاندوي على الناس بعد المرة تكونوا واديين ولا بعد المرة تدوك الدعاة واللحايا اللي كيكونوا في برا وكيبغيوا ويطبقوا شي افكار اللي كتباليهم هي اللي زيانة ولكن ما عايشون شدوك الدوال اللي فيهم ذوك الافكار اللي كيبدو يقولوا باغينها كان واحد نوع ديالناس خرين يكونوا ملاعقين حتى وما يكونوا في الفقاعة ديالهم ديالان هم عايش واحد الحياة ديالهم واصلا ما يتلاقعوش مع الناس باش يكون عندهم واحد اختلاف اللي كتير او يلقاع خرجوا لاشي حاجة كيكون اصلا من الطنوبيل تدخل للدار ويخرج من الطنوبيل للدار يعني ما كينش الذي يدير عليهم قيود كمام ديور على اللي مقودة عليه بطبيعة الحال دابن ندوينا على كيف هاد الافكار ممزيان لانه مثلا سيف تشتغل الافكار دياله وكيف انها يمكن لها استعمال ضدك فراء نفس الحاجة اصلا كينة وشي حاجة القانون المغربي الذي يدير تقييد او حريات الشخصية التي يمكن ان يتم استغلالها من طرف شئ ناس لكي يشري الصداع مثلا لنفترض تخسار الهضرة يمكن لها تدرك او تشري الصداع وانت مدرتي شي حاجة ضد واحد الشخص مثلا نعطي مثال لنفترض انه كين شي سياسي بل لك دار شي حاجة لخارج على القانون انت اوتوماتيك مو غادي تدير فيديو وعند الدلائل كامل تضع في الفيديو وغادي كشخص كريتيسي شخصية عامة وسياسي دير شي حاجة ممزيان فاش انت غادي تدير واحد الفيديو كتدير عليه وكتعطي الدلائل لديك نقول في ذاك الفيديو وخما خسرت الهضراء ولا اي حاجة اللي يمكن لها تشري لك صداع فنقول ذاك الشخص هو اوتوماتيك يمكن يمشي يشوف الفيديو القدام ديالك او بوستات ديالك او كومنتر وشوف كمثلا خسرت الهضراء سيجمع هذا الفضوصي وغادي يدير شكاية ضدك باللي رأي تخسر الهضراء في المكان العام والدقاء لك تتربب يدير لك صدراء لأديان وغادي فيها وبنسبة لك تخسر الهضراء الهضراء تبقى الهضراء ولا تعجب الناس الاخرين حيث انك شخص لديك حرية التعبير يمكن تعبر على رأي و الافكار و الاسلوب الذي والشخص الاخر عنده حرية انه يستغل حرية اكبر ويعطي الهضراء المختلفين مع الهضراء ولا يمكن لكم كاملا تسلموا وتقولوا الله يعاون وفي الاخر كاملا انتم مرام غربة وما يمكن لك قوانين على كلام ولا هضراء حيث في الاخير هذو طرق لكي تم استغلالهم ضدك وصافي